أكد المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية برامج العمل الحالية التي تنفذها الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية التي تقوم على التوسع في استخدام التكنولوجيات الجديدة بهدف زيادة كفاءة أنشطة الإنتاج جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة قارون للبترول للاعتماد لنتائج أعمالها للعام المالي الماضي أشار الملة إلى أهمية الاستمرار في دعم الكوادر البشرية وإلى سقل مهاراتهم في معظم مجالات وأنشطة صناعة البترول والغز وهذا من خلال الرؤية التي تثبناها المشروع مشروع تطوير وتحديث قطع البترول